بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قد بيّن هذه المقاصد فيما بعد ربعي رضي الله عنه للفرص عندما بيّن لهم أننا أمة ابتعاثنا الله لتحرير الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد وليخراج الناس من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن الظلم إلى العدل والإنصاف فهذه مقاصد كبرى اتضحت منذ بداية هذه الرسالة من فجرها ومن أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر تحرير الأرقاء والمستضعفين وكان أول من التحق بهذه الدعوة هم ضعفاء الناس كما بيّن ذلك أبو سفيانة عندما سأله هرقل فكان بلال عبدا لأمية ابن خلف وكان يعذبه ويهينه بسبب الدعوة فحررته هذه الرسالة وكان عدد من المستضعفين من الغرباء في مكة كآل ياسر وهم قد جاءوا من اليمن وسمية مولاة لبني مخزوم فهم من عنس من اليمن ياسر من عنس ابنه عمار وأم عمال هي سمية وهي مولاة لأبي حذيفة بن هشام بن مغيرة ابن عبد الله بن عمار بن مخزوم فكان المستضعفون تحت نير الإهانة والاسترقاق والمذلة فحررتهم هذه الدعوة وهذه الرسالة من ذلك الاسترقاق وأصبحوا سادة قادة للناس وكذلك كانت النظرة الجاهلية إلى الضعفاء إلى الفقراء أنهم لا يزنون شيئا وأن الوزن كله إنما هو للأغنياء كما قال عروة ابن الورد ذريني للغناء أسعاف إني رأيت الناس شرهم الفقير وأهونهم وأحقرهم عليه وإن كان له نسب وقير وقد يلف الغني له جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير فأرد الله هذا المعيار وقال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مندودا وبنين شهودا ومحدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا بسأل الله السلامة والعافية فبين الله أن المعيار هو معيار التقوى وأن الفضل لا يكون إلا بذلك كذلك كان الناس يتفاخرون بأنسابهم وأحسابهم وعبية الجاهلية التي كانت سائدة قبل هذه البعثة وقبل هذه الرسالة فجاءت هذه الرسالة لتحطيم عبية الجاهلية وتباخرها بالآباء فلا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى الناس لآدم وآدم من تراب يا أيها الناس إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَكَرٍ وَأُنْذَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَبُ إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وكذلك كانت قطيعة الأرحام والحروب على غير طائل تقتل قبيلتان متآخيتان متجاورتان يجمعهما نسبوا واحد أربعين سنة بسبب أن فرسا سبقت أخرى هذه حرب ذاحس والغبرة وتقتل قبيلتان كذلك متآخيتان نسبا وجوارا بسبب أن ناقة كسرت بيضة في الخلاء هذه حرب بكر وتغلبة وهي حرب البسوس فجاء هذا الإسلام وجاءت هذه الدعوة نعم لتغيير هذه المفاهيم وتغيير هذه الأساليب فتغيرت حياة الناس وتغير واقعهم بالكلية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينفعنا بما جاءنا به رسولنا الكريم من عند الله سبحانه وتعالى